اشتركوا في القناة باب السلام ثم ذكر رحمه الله حديث الرحم قال وعنى بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب منفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وللطحاوي كما ذكر الحافظ بن حجر في مسألة الدابة أنها إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها هذا الحديث الذي ذكره العلام سعدي رحمه الله عليه أصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا فمن اشترى سلعة أو باع شيئا باع شيئا وأراد أن يستوثق بثمنه له أن يستوثق بالرهن فلو استوثق مثلا بشيء من الغنم أو العبل أو البقر فله ذلك لكن لمن يكون نفع هذه الدابة في درها لبنها يقول عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الجمهور يقولون لا ينتفع الراهن أو المرتاهن لا ينتهجع بشيء من هذه الدابة بل النفع يكون للراهن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلق الراهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والدار قطني والحديث مختلف فيه وإن كان الذي صحك حفاظ إرسال الخبر لكن الخبر لا يدل على هذا المعنى وهذا الخبر دليل صريح وليس مجمل أن الراهن أن المرتاهن أن المرتاهن له أن ينتفع من المركوب له أن ينتفع من المركوب من الإبل والبقر والغنم من اللبن والدر بدليل رواية الطحاوي أنه ذكر عليه الصلاة والسلام فعلى المرتهن علفها فليست رواهن مجملة وأنه يكون للراهن نفسه فالراهن له حق الانتفاع بالملك لا برهنها وهذا يبين أن الانتفاع يكون لنفس المرتهن وأنه الذي ينتفع بذلك ثم على قول الجمهور يشكل هذا يشكل المعنى إذا قيل مثلا إنه يلزم المرتهن أن يمكن الراهن من هذا المركوب خرجت عن الرهن إذا كان يلزمه أن يمكنه لأنه لا تكون تحت يده فلا يستفيد من هذه الوثيقة والمقصود من الرهن يكون وثيقة في اليد حتى يطالب بماله الذي على الراهن وإن ألزم الراهن أن يحضر كل يوم فيحتلب اللبن وكان فيه مشقة عظيمة وخصوصا مع بعد المسافة كما نبه على ذلك علام القيم رحمه الله وإن ألزم المرتهن أن يحلبه وأن يهدره لكان فيه بطال وذهاب لهذه المنفعة وهذه أمور لا يمكن أن تهدر في الشرع فدل على أن المعنى لدل عليه الخبر هو أن المرتهن هو الذي يركب إذا كان مركوب كالإبل ويشرب من لبنها وحليبها وكذلك إذا كانت للدر نحو ذلك للشرب مما لا يركب من الغنب فإنه هو الذي يشرب فيحصل مقصوده بالانتفاع من هذا من هذه الدابة بشرب لبنها وهو الذي ينفق عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يركب بنفقته إذا كان مرهونا إذا كان مرهونا فيركب بنفقه ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وشربه لللبن وكذلك ركوب للدابة يصلح أن يكون مقابل النفقة لأنه ينفق عليه فيصلح أن يكون مقابل نفقته ما يكتسبه من الركوب ومن الشرب هم يقولون إنه يعني يدفع مقابل النفقة مقابل الشرب النفقة هي شربه مقابل نفقته وقالوا إن هذا يعني ليس مقابل الله والصواب أنه يصلح أن تكون أن يكون شربه للبنها وركوبه لا إذا كاتم من الركب أن يقابل النفقة وهذا من أحسن القياس ومن أوضحه ومن العدل في أن يكون استفاءا للحق كل يستوفي حقه فهو ينتفع بلبنها ومقابل ذلك أن يدفع النفقة في علفها ونحو ذلك وهذا الحديث لا يقابل أي أصل لأن بعضهم اعترض على هذا الحديث بحديث ابن عمر أنه لا يعني يؤخذ مال إنسان وفي حديث ابن عمر قال إنما تخزن عليهم ضروع موشيم أطعماتهم فلا يؤخذ إلا بإذنه قال إن هذا أصل وأثار ثابتة تقابل هذا الخبر يقال هذا أصل ثابت أصل ثابت وحديث ابن عمر لا يدل على أنه لا يجوز لهي أن ينتفع بل الذي قال هذا الخبر هو الذي قال هذا الخبر والذي حرم الاعتداء على أموال الغير هو الذي أذن في هذه الصورة لأنه إذن من الشارع في انتفاعه بدرها ولبنها انتفاعه باللبن وشربه لللبن مقابل النفقة فلهذا كان هذا على وفق القياس وكما تقدم في الرواية الأخرى الصريحة في حديث في رؤية الطحاوي فعلى المرتهن علفها فلهذا ربما يؤصل بعضهم أصلا فيقول إن هذا الأصل مقابل هذا الأصل ولا يجوز أن يؤخذ قياس حديث فيرد به قياس حديث آخر هذه من رسولة ذكرها العلم لا يجوز أن يقال قياس هذا الحديث يخالف قياس هذا الحديث هذا ضرب للأخبار بعضها ببعض بل هذا الحديث أصل بنفسه حديث ابن عمر أصل بنفسه وهذا الأصل لا يعترض بها على هذا الأصل والشارع حكم في هذا بجواز انتفاع المرتهن بشرب اللبن وبالركوب مقابل النفقة قالوا على الذي يركب ويشرب النفقة ومعلوم أن مالكها ينفق عليها بمقتضى الملك لا يمقتضى أنها مرهونة فتبين أن النفقة من المرتهن لأجل أنه يشرب لبنها وأنه يركب عليها إذا يركب عليها وهذا كله مقابل النفقة والحديث كما تقدم رواه البخاري الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهذا هو قول جماهير وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وإن خالف الجماهير في هذا رحمة الله عليهم قال رحمه الله وعن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره متفق عليه هذا الحديث أيضا أصل في هذا الباب وهو في من باع متاعه من رجل فأفلس وقوله أيما رجل هذا على الغالب وإلا فالمعنى سواء كان البيع رجل أو امرأة لكن لما كان البيعات الغالب والتجارة تكون للرجال جرى الحديث على الغالب ثم القاعدة في مثل هذا أن خطاب أحد الجنسين خطاب للجنس الآخر ما لم يدل دليل على التخصيص أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعينه أدرك ما له بعينه فهو أحق به من غيره فلو باع إنسان سيارة من إنسان وقبل يعني أن يسترم ماله أفلس المشتري أفلس المشتري فنقول إن صاحب السيارة الذي باعها ما دام وجد سيارته بعينها لم تتغير هو أحق بها من غيره ولو كان للمفلس غرماء لو كان له غرماء كثيرون فهو حق بهذه السيارة حكم الشارع بأنه حق من غيره فهو حق بها من غيره وهذا الحديث أخذ به جماهير العلماء أخذ به جماهير العلماء وخال في ذلك نحن رحمة الله عليهم فلم يقولوا بهذا الحديث وذلك أن من خالف منهم اعترض برأي في هذا الباب وقالوا إن السلعة دخلت في ملكه فهو متسلط عليها وضامنوا لها ودخلت في ماله فلا حق للبائع حق للبائع طيب ماذا تقول في هذا الحديث قالوا هذا الحديث المرادبة الوديعة لو أدرك وديعته أو نحو ذلك لو أنه أودعه ثم أفلس فالمودع هو حق بالوديعة وهذا التأويل ضعيف ومصادم للخبر بل تأويل باطن لأنه أولا مخالف للخبر لأن قال أيما رجل أفلس أفلس فأدرك رجل ما له بعينه ومعلوم أن الوديعة يستحقها المودع سواء أفلس أو لم يفلس ولم يبيعها الأمر الثاني تليل الثاني أن الحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد المتاع فهو لصاحبه إذا أفلس الرجل فوجد المتاع فهو صاحب هو لصاحبه الذي باعه صاحبه الذي باعه نص على البيع دل على أنه ليس في العارية أيضا جاء عند ابن حبان وابن خزيمة أنه إذا باع الرجل الرجل فوجد ما له بعينه نص على البيع ومما يبطل التأويل أو يعني ما يدل على بطلانه أن يكون في نفس الحديث ما يبطله يبطله كيف والحديث عام في هذه الصورة وغيرها فالمقصود أن قولها أيما رجل آفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو حق به من غيره حق به من غيره ثم أهل العلم اختلفوا في هذا الخبر على في بعض مسائله وتقدم أن الجمهور قالوا به خلافا للأحناف الذين قالوا إنها صارت ملكا للمشتري ودخلت في ضمانه وأخذها منه نقض لملكه وحملوه على كما تقدم عنه إذا كانت وديعة أو عارية كذلك أو لقطة وتقدم أنه لو كان كذلك لم يقيده بالفلس فهو لو كان في هذه الصورة فهو حق بها سواء كان عفلس أو لم يسلف تقدم ذكر البيع في هذا الحديث فهذه كلها تدل على بطلان مثل هذا التأويل وهذه من الأقوال التي يجم بضعفها بل بطلانها ولا يتردد في ردها ولا يتردد في ردها ولهذا في بعض الأحكام في بعض المشائل التي يقع فيها خلاف لو حكم فيها حاكم حكم فيها حاكم فإن فإن لمحمد رحم سئل رحمه الله في بعض الصور وقال إنه لو حكم فيها يعني لو حكم فيها القاضي لنقض حكمه لمخالفته لنص يعني لو قال يقول لو أن رجلا يرى العمل بهذا الحديث فخالف هذا الحكم فإنه له أن ينقض هذا الحكم لمخالفته للحديث فلهذا يقطع به أن هذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم أيما رجل أفلس فأدرك رجل ما له بعين فهو حق به من غيره متفق عليه جاءت روايات في هذا الباب تبين أن أنه لا بد أن هناك شروط أخرى أيضا يقول هو حق بماله بشروط الشرط الأول أن لا يكون البائع قد استلام بعض المال فإن اقتضى من ثمنه شيء كما عند أحمد وبي داود فهو أسوة الغرمة وجاء عند أحمد وبي داود أو مات يعني لو أنه باعه سيارته ثم مات مفلسا فإنه في هذه الحالة يكون أسوة الغرمة ولو كانت السلعة بعينها ولو كانت السلعة بعينها هذا ورد عند أحمد وبي داود وسنده وقع في الخلافة وجاء في رواية عند أبي داود أيضا وأحمد أنه إذا أدرك رجل ما له بعينه عند مفلس أو من أفلس أو مات فهو أحق به عكس هذه الرواية عكس هذه الرواية واحتج بها الشافع ومالك على أنه له أن يرجع فيه إذا كان قد مات أفلس أو مات وأحمد وإسحاق قالوا إنه لا يرجع إذا أن نزل الموت منزلة الفلس منزلة الفلس فلا يرجع في هذه السلعة بعد الموت ولا يرجع إذا كان قد أخذ من ثمانية شيئا لما تقدم في الرواية عند أحمد وبي داود والشافعي رحمه الله احتج برواية الثانية عند أحمد وبي داود أيضا أنه أحق بها إذا أفلس أو مات لكن هذه يظهر أنها وهم هذه الرواية يظهر أنها وهم وهي من رواية رجل يقال أبو المعتمر وهو مجهول الحال وهو مجهول الحال ولهذا رجع جمعنا العلم الرواية الثانية وإن كان فيها كلام لكنها أقوى هو أنه إذا مات فهو أسوة الغرم أو أخذ من ماله استلم بعض المال مثلا باعه سلعة واستلم منها رمع القيمة وآفلس فإنه في هذه الحالة يكون أسوة الغرم لا يرجع فيها والشافع رحمه الله تجب الرواية الثانية والمسألة محتملة المسألة محتملة لقوله عليه الصلاة السلام أيما رجل آفلس فأدرك رجل ما له بعينه فهو حق به قد يقوي ظاهر المذهب الشافع بدون نظرة تلك الرواية لقوله فأدرك رجل ما له بعينه إذا أدركه بعينه قد يقال حتى ولو مات وأدرك المال بعينه فإنه حق به وقال وقال المال الآن ليس للميت تنته الآن المال انتقى انتقى إلى الورثة انتقى إلى الورثة فهو لم يدركه بعينه عند من بعه لكن يقال هو أدركه بعينه النبي عليه سلام قال فأدرك رجل ما له بعينه ما قال عنده أو عند المفلس أدركه رجل أفلس فأدركه بعينه فقد يكون أدركه عنده وقد يكون أدركه عند غيره عند غيره وما يقوي هذا أنه حتى في المذهب يقولون لو أنه باعه ثيابا ثيابا فصبغها المفلس قالوا إنه يرجع في هذه الثياب مع أنه لم يدركها بعينها وقالوا إنه ينظر في هذا الصبغ إما أن يقوم عليه ويدفع ثمنه فلم يجر عمم قوله بعينه على إطلاقها بل تصره فيها فهذا محتمل لكن الأصل العام في هذا الخبر هو أن من أدرك ما له بعينه عند رجلين فهو أحق به وعلى هذا المفلس المفلس له أحوال له أحوال إذا كان مثلا باعه وهذا محمول على حال ما إذا باعه وهو لا يعلم فلسه لكن إذا كان على حال فلس هو يعلمها وباعه فليس حق به لأنه أقدم على بصيرة لأنه أقدم على بصيرة والمفلس في بعض الأحوال الحاكم ينظر في ماله ينظر في ماله ويتصرف على الوجه الشرعي في بيعه وهناك مسائل خلافية هل له أن يبيعه ويعرضه على المزاد فالمقصود هو أن يكون على وجه فيه مصلحة لتحصيل المصلحة للدائنين مع عدم الضرر الذي يقع على هذا المهج بل لابد أن يبقى له مما يقيمه ويقيم حياته من أشياء الضرورية قال رحمه الله وعن بهريرة رضي الله عنه قال كان رجل يدائن يدائن الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه قال فلقي الله فتجاوز عنه هذا الحديث متفق عليه وفيه إشارة يعني مصنف رحمه الله في ذكر هذا الخبر بعد حديث أبي هريرة من أحسن الترتيب رحمه الله في ذكر هذا الخبر وهو إعانة المضطر والمحتاج ومن كان أفلس وأنه لا يشدد عليه ولا يبالغ في مطالبته ولهذا لما ذكر حديث المفلس أيما رجل الأفلس الحديث ذكر هذا الحديث في التفريج والتنفيس للمحتاجين ولهذا قال كان الرجل يدين الناس هذا في من كان قبلا أنه كان يشتغل ويعمل في التجارة يدينهم فكان يأمر غلمانه وعماله وأنهم حين يجدون إنسان ليس عنده مال أو ضعيف الحال فيتسامحون عنه ويتجاوزون عنه والتجاوز قد يكون مثلا بإنظار المعسر وقد يكون بالتخفيف عنه وقد يكون بإسقاط بعض الدين عنه وأعظم من ذلك أن يسقط جميع الدين ما دام ليس مستطيعا للسدال ولهذا قال لعل الله يتجاوز عنه هذا عمل صالح وعمل عظيم وفي لفظ عند أحمد والنساء صحيح من هذا الحديث الحديث صحيح لكن عند أحمد والنساء أن رجلا لم يعمل خيرا قط أن رجل لم يعمل خيرا قط فكان يقول لغلمانه يقول لغلمانه أو لفتاة إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه يتجاوز عنه قول لم يعمل خيرا قط يعني مثل ما جاء في بعض الأحاديث أنه ليس معه سوى التوحيد التوحيد ف فيه إشارة إلى عظيم هذا العمل وخاصة في تفريج الكربات من يسر على معسن يسر الله عليه وفرج عن مسلم كربة من كربة من كربة من كربة القيامة وجاءت الأخبار كثيرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حقي قتاد عند مسلم من سره أن ينجيه الله من كرة بيوم القيامة فلينظر معسن وفرج عنه أو يخفف عنه كذلك في حقي ذبي يسر كعب بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال نحوا من ذلك وأنه قال من أنظر معسرا أو وضع عنه وظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعند أحمد والتلم بسلد صحيح بنفس هذا الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله في حقي عقوة بن عامر عند أحم مثلا جيد كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة فهذا الحديث فيه فضل التخفيف على المعسرين والله عز وجل يقول وأن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولهذا يجب إنظار المعسر ولا يجوز مطالبته ما دام أنه لا يملك شيئا إنما هذا في حق الواجد وإذا سيأتينا إن شاء الله في درس آتي في حديث مطن الغني فمن كان واجدا فالنبي عليه الصلاة يقول في حديث الشريط من سويد لي الواجد ظلم يحل عرضه عقوبته وعرضه وحديث جيد عند أحمد وإبي داود والنساء ورواه البخاري معلقا ممرضا لكنه حديث جيد فهذا هو الذي يطالب بل يعاقب حين يأخذ أموال الناس وسيأتي حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ ها يريد إتلافها أتلفه الله فيجب على الجميع أن يؤدي الحق فصاحب المال الداء يخفف يخفف الله عنه والجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والمدين يجب عليه أن يؤدي الحق يؤدي الحق الذي عليه ولا يجوز لهذا منع الحق الواجب عليه ولا يجوز لمن له الحق أن يضر ويضيق على من عليه الحق خصوصا إذا كان معسرا لا يستطيع فينظره وفي حديث وفي حديث طويل لعل حديث أبي قتاد في صحي مسلم أنه في حديث أبي قتاد أو في حديث أبي اليسر في أحدهما في صحي مسلم أنه كان يطلب رجلا مالا فكان يختبئ عنه وهو لا يجد شيئا من المال ويستحي من صاحب الحق صاحب حق أنه لم يعلم فجاء مرة وطرق الباب عليه وطرق الباب عليه فسأل عنه فألم المدين أنه يطلب المال وكانت بيوتهم صغار ربما يرى حين يفتح الباب قال فاختبأ تحت أريكة أريكة أهله فخرج الغلام ابنه فقال أين أبوك قال تحت أريكة أمي أو تحت يعني السليل نحو ذلك مختبئ فلما علم ذلك قال ما صار يقول آه الله أنك لا تجد نحو ذلك فخرج قال والله إنك صاحب رسول الله صلى الله خشيت أن أعدك فأخلفك وأن أحدثك فأكذبك وكذا فلما سأله قال إني سمعت رسول الله يقول من أنظر معسر أو وضعه عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل ثم جعله في حل رضي الله عنه هو لم يعلم بالحال لم يعلم فلما علم بالحال بادر إلى العفو ولا لا شك أن هذا من أعظم أسباب البركة في المال حين يعفو ولهذا الواجب على من يكون له حق وخصوصا يعني الواجد ومن يكون من عليه الحق ضعيف قد يكون بعض الناس يطلب مالا مقابل دين لأجار أو سلفة أو نحو ذلك ويكون من عليه الدين لا يستطيع فيطالبه ويضر به وربما يرفع أمره فيضايقه ويؤديه ومثل هذا يجب أن يذكر بأن الله سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأنه يزمه ذلك ولا يجوز له ذلك فما دام أنه غير قادر أنه غير قادر وغير مستطيع فالواجب الإنظار لإنظاره حتى تفرج ومن ترك شيء إلا أعوض الله خيرا منه وليعلم من أنظر هذا وأمثاله أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه والحمد لأنه هناك نماذج حسنا يعني بعض الناس ربما حين يعلم حال من عليه الدين وأنه لا يستطيع وأن الأمر شديد عليه ربما هو يعينه ويؤمن له بعض المال وبعض حاجاته في نفقاته نحو ذلك ويكون من أعظم أسباب البركة التي تعود عليه وما نفقته شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالله سبحانه وتعالى وعد بالخلف على من عاد لإخوانه وخاصة المحتاجين فليتذكر ما جاء في الأدلة والنصوص من هذا وليحتسب ذلك عند الله فيبشر بالخلف الخير الكثير أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه آمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد اشتركوا في القناة